أوقفه شرطي المرور وحرر له مخالفة لتجاوزه الإشارة الحمراء فقام السائق ورسم له شكلا يوضح فيه أن الإشارة بدت له خضراء بفعل ظاهرة دوبلر بس الشرطي ما كان سهل وكان بيفهم بالفيزياء فقام الشرطي بكتابة معادلة دوبلر وحسب له السرعة اللي لازم يكون ماشي فيها حتى تظهر إلى الإشارة خضراء على اعتبار أن الطول الموجي للضوء الأحمر هو 645 نانومتر والطول الموجي للضوء الأخضر هو 545 نانومتر وكان الحل كالآتي معادلة دوبلر هي الفرق بين الطول الموجي المراقب للضوء والطول الموجي الحقيقي للضوء والذي يولده المصدر طبعا يساوي زائد ناقص الطول الموجي الحقيقي للضوء مضروبا في السرعة النسبية للمصدر أو المراقب ومقسوما على سرعة الضوء الثابتة في الهواء نختار إشارة زائد إذا كان المصدر يبتعد عن المراقب أو المراقب يبتعد عن المصدر وإشارة سالب إذا كان المصدر يقترب من المراقب أو المراقب يقترب من المصدر مع تعويض القيم والحساب وطبعا هون نختار سالب لأن السيارة تقترب من الإشارة فكانت النتيجة أن سرعة السيارة تساوي 46.511 كيلو متر في الثانية وهذا شيء مستحيل طبعا لذلك لا تفكر حالك إذا بتفهم بالفيزياء أنك تنفذ من المخالفة وهي مخالفة ثانية العبرة لا تبرر للشرطي لأنك متخالف متخالف لا تنسونا من الدعم من دعيكات واشتراكات ومشاركات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته